اكيد ابتديتوا تسمعوا حواليكو ازدياد في اصابات الكورونا واللي اهم انا بسمع ده ازدياد في وفيات الكورونا يعني انا باتكلمش على الاحصايات انا باتكلم على العلم العام انا كبني ادم انا بسمع عن ناس من مراحل سنية مختلفة تتوفى كورونا بين قصين لسه سميح ساويرس ايل انه من ضمن الاشياء يعني اللي هم بيفخروا بيها في مارجان الجونة انه فيه اربع حالات كورونا فقط فكلمة الكورونا رجعت تاني بشكل واضح واضح ان احنا في الموسم احب بس اوضح نقطتين يا سيد عامش النقطة الاولى ان احنا ما زلنا في الموجة التصعودية بالنسبة للموجة الرابعة بمعنى ان شتك الارقام اللي بتعلن وغيرها التي لا تعلن او التي لا تسجل فوزات الصحة في تصعود في عدد الحالات لكن اللي انا واقف عليه لو سمحت هاتلي هنا على الشاشة ديت اللي ايام اللي فاتت يوم 10 اكتوبر سيبك من الحالات انا بكلمك على الوفيات 37 وفاء اجمعهم مع بعض بقى في عشر تيام يبقوا عاملين ازاي اللي بعده 11 اكتوبر 31 وفاء اللي بعده 12 اكتوبر 39 وفاء ارجو ان احنا نقلب بس الحاجات ايوا 13 اكتوبر 41 وفاء 14 اكتوبر 40 وفاء 15 اكتوبر 16 اكتوبر 42 وفاء 17 اكتوبر 44 وفاء 18 اكتوبر 45 وفاء 19 اكتوبر 43 وفاء 20 اكتوبر 47 وفاء 21 اكتوبر اللي هون بارح 46 وفاء ولسه النهاردة اجمع الوفيات في عشرة ايام حب نتكلف متوسط ربعمية ربعمية خمسمية طبعا هتقول لي احنا فين ومش مش فين صحيح بس احنا كنا من شهر الوفيات عندنا خمستاشر ستاشر تمنتاشر ما ربقولك النسبة ما هي بالنسبة يعني مثلا احنا ما نقرنش الحمد لله والواحد يبوس ايد واشروداه يعني مثلا روسيا من ثلاث ايام كان فيها في يوم واحد الف وفاة الف يوم واحد الف وفاة ودول مطعمين اكتر مننا كتير احنا ليه قال الحمد لله ومعرفش السبب معرفش السبب تفاهم ازاي انما الحمد لله ربنا كرمنا طبعا في جهود كبيرة وفي شغل معمول في التطعيم وفي شغل معمول في المستشفيات وفي شغل معمول في الرعاية انما طبعا ان انت تفضل ارقام ولكن الارقام بتقفز الارقام بتزيد وانا بيقلقني الوفيات الاصابات ماشي او الراجل بيدخل المستشفى الحمد لله عندنا البروتوكولات بتاعتنا قوية جدا حوادتنا قوية جدا جوا المستشفيات عندنا الاكسوجين بتاعنا مستشفياتنا لغاية دلوقتي ما فيهاش تكدس قادرة تستوعب عندنا مستشفيات عزل كثيرة عندنا طبع جزئين عندنا خبرة عظيمة ولكن احنا في المرحلة الرابعة من الكورونا ارجوكم يا جماعة اتوسل اليكم الايام الجاية ايام صعبة جدا الناس بتموت انا اعرف ناس خدوا الموضوع بهزار اعرف ناس ماتت اعرفها انا اعرف يعني مش اعرفها من بعيد لا اعرفها انا خدوا الموضوع بهزار ما دققوش في الحكاية ودايما انا قلتلكم من يوم اول يوم تطعيم قلتلكم في العام احنا ما بنتطعمش عشان ما يجلناش الكورونا احنا بنتطعم عشان ما يجلنا كورونا تبقى بردا وسلاما يبقى الاعراض يعني انا اعرف ناس وقالك جات لنا كم يوم وبسيطة جدا من الطعامه وليلين اول اللي اعرفهم ممكن يكونوا الطعامه او ما عرفش انا ما عرفش حتى حد كده ولذلك التطعيم هام جدا مدعوة تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريش والصحة لن بيك يا فندم سيد عامر ازاي حضرتك ايه الاخبار يا فندم ايه اللي بيجرؤ رئيس سيادتك انت عملت مقدمة يعني مهمة جدا وتطرح كسير من الامور احب بس اوضح نقطتين يا سيد عامر النقطة الاولى ان احنا ما زلنا في الموجة التصعودية بالنسبة للموجة الرابعة بمعنى ان سيدك الارقام التي تعلن وغيرها التي لا تعلن او التي لا تسجل في وزارة الصحة في تصاعد في عدد الحالات تصاعد صحيح مفيش بضعفة كبيرة جدا في التصاعد لكن كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله سيدك طبعا ملاحظ او سيدك قلت ان في زيادة في عدد الوفيات الوفيات اللي بتلصت النهاردة ليست نتيجة للنهاردة لان دي زي ما سيتك قلت حالات ممكن تكون في المستشفى بقالها اسبوع عشر تيام اسبوعين او ثلاثة سابيع فهي انعكاس لفترة سابقة لكن طبعا بدون شك مع تصاعد عدد الحالات والحمد لله الغالبية العظمى منها حالات بسيطة او بسيطة الى متوسطة لكن بيانتك طبعا مع زيادة اعداد شديدة او تحتاج دخول مستشفى او تحتاج دخول رعاية مركزة حاجة سابقة نقطة في منتهى الاهمية المرض ده ممكن جدا لأسباب كثيرة جدا احنا عارفينها علميا وفنيا الحالة تبدأ بسيطة لكن ممكن جدا في خلال يومين ثلاثة فجأة بالزبط يحصل زيادة شديدة في شدة الحالة وتلاقي السابقة كذلك اللي كان من يومين 10% منها مصاب تتحول الى 80 او 90% بسرعة شديدة جدا طبعا ايه السبب احنا عارفين السبب ان فيه قوة الفيروس اللي عند المريض ده خد عدوى قد ايه مقاومة جسمه زي المقاومة المناعية بتاعته عنده امراض اخرى ولا ما عندوش يعني فيه اسباب كثيرة جدا لخلي ناس اكثر تأثرا بالمرض وشدة المرض عالناس اخرين اللي بيروح المدارس ويرجعون لنا دول ما بيبانش عليهم يعني انا عرف ازاي الطفل عنده الطفل عادي يعني ما هو بيروح المدارسة مدارسة فيها عشرات الطلبة ويرجع هل اعراضه بتبقى باينة؟ اه طبعا بيبع عنده بعض الاعراض البسيطة وده كان السبب اه والمبرر ان احنا كل المدارسين وكل العاملين والفئة المساعدة في المدارس كلها بيتم تطعيمها بالضرورة عشان اولا ما يتعدوش وسانيا ما ينقلوش العدوى للاطفال لكن سؤال حرك مهم جدا الطفل اللي بيعاني من اي عراض تنفسية وعلى فكرة هو صحيح بيحمل الفيروس وقد يكون اه ما عندوش حالة مرضية شديدة لكن الطفل لما يتحاول الى حالة قمول او عص ورشح او واجع في الزور او حاسس ان فيه الام في دسمه اي عراض اخرى اللي هتشابه كثيرا الانفلوزة المساعدة لكن قد تكون اصابة بالكورونا في الحالة دي لابد الطبيب يشوفه عشان يحدد اولا هل هناك احتمال للاصابة ولا لا ويبقى فيه نوع من الوقاية المخاضطين سواء كبار او صغيرين دكتور عوض هل صحيح دلوقتي انه البي سي ار في اوقات كتيرة ما بيثبتش الكورونا حضرتك من زمان جدا من اول ما طلع البي سي ار ان كما انا اول واحد اكلمت في الموضوع ده نسبة الايجابية فيه 63% هو طلع عمره كده وما زال بمعنى انه ممكن النسبة ما بين 63% يبقى عنده كورونا والبي سي ار ناجاتي الحاجة التانية ساتك عشان كده لو انا شاكك يعني المهم يا سيد عمر يعني فيه 37% ممكن ما يدوناش نمر صح بالضبط يا فان لكن اعتمد كثيرا على الحالة الاكلينيكية اللي عنده اعراض معينة وفيه حاجات معينة بتخلينا نشكي كثيرا في احتمالية الاصابة بالكورونا يعني مثلا من الحاجات الميزة هي مش ميزة الحقيقة لكن هي اللي بتقصد في كورونا دلوقتي يعني فقتان حاسة الشمع والتزوق يعني يقول لك لقناها في حالة الكورونا الحاجة التانية التكسير الشديد في الجسر مصاحبة بعض الحالات في اسهال كل دي حاجات بتحطينا بتخلينا نحط الاشتباه الكلينيكي ان الحالة دي ممكن تواكرونا دكتور عوض يعني هيقول لي انا رحت عملت البيسي اروا تاني انا اجت فاقول له ولو وبعدين الحاجة التانية ولازم نعزله نديله العلاج ونتابعه الحاجة التانية انا ممكن اعيد له البيسي ار تاني بعد يومين تلاتة قد يكون اول مرة طلع سلبي والمرة التانية يطلع ايجابي وده بيعتمد على نسبة الفيروسات اللي عنده وهل وجود الاجسام اللي هي تطلع البيسي ار بوصر الحمد والتكاونة ام لا دكتور عوض بنلاحظ الاصابات العائلية يعني ده وقت اما اكلم حد يقول لي انا ومراتي والعيال انا وانا والشعة اللي جنبينا يعني دلوقتي احنا يمكن كنا السنة اللي فاتل بنشوف واحد او اتنين يجي لهم دلوقتي بقينا هل ده ليه علاقة بدلتة هل ده ليه علاقة بسرعة انتشار الفيروس اللي موجود دلوقتي قد يكون هذا وقد يكون ايضا لان واحد او اتنين من العيلة او طفل من العيلة واحد بس اصيب ولان الاطفال كثير منهم بيكون عندهم العدوى ومعندهمش المرض يقدر يصيب العيلة كلها ودائما نقول كده يعني الواحد راح التارح حضر فرح او حضر اجتماع او قابل واحد عنده كرونا شاب او طفل صغير وبعده نجع البيت بيعدي كل البيت الاهل الاب والام والاخوات والجد والجدة وفعلا يعني اصابات العائلية المجد الثالثة والربعة نسبة الاصابات العائلية عالية جدا في العائلات طب امتى الحق يعني ناس كتير خلاص النهاردة اول يوم ابتدى ما يشمش ابتدى يكوح شوية فهمت انه في شوية تعطس امتى الحق يعني امتى لازم اتحرك بسرعة احنا ساتك في وباء كورونا اي واحد عنده اعراض سواء هو يعتقد انها برد عادي او قد تكون فعلا انفروانزة المسلمية عادية لكن بيعاني من اعراض في جهاز التنفس العلوي او السفلي هنعتبره كورونا لغاية ما يزبط عكس هذا وبعدين في الحالة دي لازم يستشير التطبيب المعايد اليوم حالك كتير او بتتعليق في البيوت وبيجيب نتيجة كويسة لكن في الحالة دي انا بقول له ايه العراض اللي عندك تشتكي من ايه الحرارة اخبارها ايه نسبة الاكسوجين عندك امراض اخرى ولا لا ونديله الان انما ايه العراض اللي لازم ما نسكتش عليه حاجتين يا فندم صعوبة التنفس ارتفاع شديد بدرجة الحرارة شديد يعني يا فندم سبق 38 اكتر من 38 اه اه او اللي احنا بقوله الناس خصوصا كبار السنة واللي عندهم امراض مزمنة هيجيب الجهاز الصغير ده اللي بيضع الاكسوجين في الدم لو حصل نقص او دروب في الاكسوجين في الحالة دي لازم فورا يروح المستشفى دروب عن كام هو طبيع الاكسوجين ممكن يبقى 100% تسعة وتسعين تمانية وتسعين سبعة وتسعين لو اقل عن 92 لازم يروح المستشفى اقل من 92 يروح المستشفى ايه افهم انا سعب با 94 خمسة وتسعين ده مش لا كويس الحمد لله ما فيش مشكلة يعني هي ملاش علاقة بالاختراب بال92 بس هو الاقل من 92 ده هو اللي بيبقى مشكلة بالضبط كده وعشان كده احنا بنتمع الحالات دي كلها اول ما يحصل اي انخفاض في نسبة الاكسوجين او ارتفاع في الحرارة او اعراض شديدة صدع شديد او صعوبة التنافس كل دي اعراض قد توحي او تؤكد ان في مشكلة الوقاية لها دور كبير جدا وبدون شك ايضا التطعيم زي ما حقا قلت بالضبط بيقي من المضاعفات الخطيرة او الشديدة لهذا المرض لا يمنع لكن يقلل بشدة جدا دكتور عوض يعني اكيد انت الغاد دلوقتي لسه بتقابل ناس بتقاوم فكرة التطعيم تقولهم ايه حضرتك انا بس بتسيل هذا السؤال كثيرا وباء علامية الدولة وفرت هذه الطعوم والله يا صدعب دي ملحمة لتوفير هذه الطعوم ملحمة سياسية ملحمة امبياسات الرئيس شخصيا الحكومة والدولة دفعت لحد الان مليارات من الجنهات احوالي 300 او 400 مليون دولار عشان يشتري هذه اللقاحات ووفرنا اللقاحات من مصادر متعددة رغم شحة اللقاحات العالمية او عدم وفرطها لغاية النهاردة افريقيا لم تحصل او لم يحصل من سكانها على التطعيم اللي حوالي 4% منهم نسبة كبيرة في مصر لان وعلى رغم من ايه رغم ان الفلوس متوفرة في افريقيا لكن الحمد لله ربنا كرامنا وقدرنا نحصل على هذا الكم من اللقاحات عشان نحمي الانسان نحميه انه يجي له اصابات شديدة ونحميه انه يعدي ناس ثانيين باصابات شديدة فالاقبال على اللقاحات هنا ثم القرارات الاخيرة اللجنة العليا وقرارات المسبقة بتاعة توجهات السيد الرئيس بتطعيم كل الفئات اللي موجودة في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي كانت خطوات مهمة جدا جدا لزيادة الحصول على اللقاح عشان نحميه نحميه ونحميه منهم وعليه سؤالي الاخير حاجة تعلم طبعا النهاردة فايزر تقدمت للجهات الامريكية انها عايزة تطعم الاطفال من 5 ل 12 هل يعني يجوز تطعيم الاطفال من 5 ل 12 لغاية قريب سيادتك كمية المعلومات اللي عند حردتك على موضوع الكورونا والتطعمات الحمد لله كبيرة جدا ونقشتها سيادتك كثيرا لغاية قريب ما كانش تطعيم أقل من 18 سنة مسموح به ولا تطعيم الحوامل ولا المرضعات ولا المتوقعين الحمل النهاردة في لقاحات أجرية تجارب كلينيكية سريرية على عدة ألاف من السيادات الحوامل وخلاص بقى مسموح ان السيادات الحوامل او متوقعات الحمل او المرضعات ممكن ياخدوا التطعيم ونفس الشيء بالنسبة لتطعيم الانفلونزة المسلمية للحوامل في الحالتين بيقلل إصابتهم بالأعراض الشديدة أو الخطورة الخطيرة وفي نفس الوقت بيحمي الطفل اللي هتولد بعد كده في شهور الأولى من الإصابة بمضعفات هذه الأمراض بالنسبة للموضوع تحت 18 سنة سيتك هو الطوم عشان يتعمل عليها تجارب كلينيكية سريرية يتأكد الواحد فيها كلينيكيا وعلميا وفنيا هل هذا اللقاح آمن؟ بهذا السن ولا لا؟ ما كانش أجيز أعمل كده لكن حاليا أجيز الحقيقة اللي أجيز لحد دلوقتي في السن اللي أقل من 18 سنة هو تطعيم فايزال بس أيوا من 5 إلى 12 أنا واقف عند السن الصغير أنه طفل عنده 5 سنين أو 6 سنين ممكن يطعم أول أجازه تطعيم من 16 إلى 18 سنة ودلوقتي يقدمه عشان ياخده من 5 إلى 12 سنة لكن إحنا هننتظر لغاية ما توافق الـ FDA ونشوف نتأكد بالتجارب الكلينيكية والسريرية من أمان هذا اللقاح وخصوصا ما فيش لقاحات أخرى أجيزت بهذه الأعمار السنية إذا أجيزت فإن شاء الله إذا في خطرتنا القادمة هندرس هذه التطعيمات أكيد فندم بشكرك شكرا جزيلا على علم حضرتك وبشكرك يعني وإن شاء الله الناس كلها تاخد التطعيم اللي متوفر واللي الدولة موفرة بكثرة وبدون مشاكل وإن شاء الله الناس كلها تقدر تأمن نفسها شكرا لك فندم شكرا لك فندم